ونتذكر أن لما عطش شعب بني إسرائيل وهو في البرية بعد خرقهم من مصر أنبع لهم الرب ماء الصخرة وهي ترمز إلى المسيح الأحد الرابع إنجيل الأداس من يوحنى 12 ويقدم لنا المسيح أنه هو نور الحياة فآقد المسيح النور معكم زمانا يسيرا فسيروا في النور مدام لكم النور لألا يدرككم الظلام مدام لكم النور آمن بالنور لتصيروا أبناء النور أنا جئت نورا للعالم حتى أن كل من يؤمن به لا يمكس في الظلام الأحد الخامس من إنجيل يوحنى 14 إنجيل الأداس يعني المسيح هو طريق الحياة فالمسيح قال كده لتومة أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به والرب يسوع هو الطريق الحقيقي للحياة الأبدية وبطرس الرسول لما اتكلم مع رؤساء اليهود في أعمال أربعة قال كده لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطيه بين الناس بها بغي أن نخلص يعني ما فيش تاني طريق للخلاص غير بالإيمان بالمسيح وليس ويكمل كده وليس بأحد غيره الخلاص ونلاحظ إن المسيح ليس مرشدا للطريق بل هو الطريق نفسه هو قال كده أنا هو الطريق والحق والحياة هو الطريق الوحيد للحياة الأبدية فلا طريق سوء شكرا شكرا